نوارين ومشرفين إسماعيلية حضراتكم إن شاء الله حضرتك الأبطال محمد سلامة رئيس منطقة القناة التعليف والمسؤول عن تنظيم البطولة كاس مصر بالإسماعيلية يمكن حضرتك البطولة بقالها فترة طويلة ما تلقبتش في إسماعيلية بسبب الإجراءات الأمنية الحمد لله ربنا وفقنا وجبنا التصريح الأمنية إن بارح خلصنا التصفيات النهاردة النهائي للناشئين والبرائم وبكرة إن شاء الله النهائي للعمومي الفرق المشاركة حوالي 14 فريق مشاركين بإجمالي عدد 500 لاعب ولعبة والحمد لله تنظيم زي الفل والدنيا ماشية جميلة وزي الفل الحمد لله كلمنا عن رياضة التكديف والبطولة بشكل عام يعني إجراءاتها اللي بيتأهل تأهلات النص النهائي والنهائي والختام يعني كلمنا عن المراسط رياضة التكديف رياضة عايزة لعيب عنيد مع نفسه وعايزة لعيب قوي جدا لأن السبق نسافته 2000 متر هي رياضة جماعية تبدأ من القارب السوماني ثم الرباعي ثم الزوجي ثم الفردي البراعم والناشئ 1000 متر والفريق الكبير العمومي وال23 والناشئ 2000 متر بيتم التصفيات لأكتر من سبع لينات يعني لو عدد الفرق المشارقة أكتر من سبع لأن احنا عاملين في اسماعيلية المجرى كبير فعملين سبع لينات يمكن لو في القهرة بيبقى أقل من كده شوية فلو هم أكتر من سبع عندية بيتم عمل تصفيات قبلها بيوم لاختيار أفضل سبع عندية ينزلوا للمشاركة في النهاية يعني ننتظر غدا النهائي مع سبع فرق من الفرق المشاركة تمام هو النهاردة النهائي بالفعل النهاردة النهائي للبراعم والناشئين خلاص التصفيات تنبارح والنهاردة النهائي للبراعم والناشئين وبكرا إن شاء الله حتبقى النهائي برضو للفريق 23 والأمومي والسيدات